ازايكم يا مواليد برج الحوت يارب تكونوا بخير توقعات برج الحوت ليوم الثلاث وإحل نوفمبر 22 2022 بالنسبة لك النهاردة يا حوت هتكون دقة أفكارك مشجعة جدا هتعبر بي عن نفسك بوضوح رسلتك هتوصلك فخليك حريص دايما علشان ما تغلقش هيكون عندك أفكار كتيرة واضحة وسهلة إنك تناقشها وهتتبعها وهتأدي لي كتير من الشركات المحتملة في يومك بالنسبة لك النهاردة عاطفيا هتتستنجد النهاردة لثقافات كتير مختلفة وغريبة وهتنعكس ده في حياتك العاطفية اليوم ما تضيعش الوقت في إنك تحلل كل ده هيؤدي بيك للندم هتعيش حياتك بشكل واضح جدا بالنسبة لك النهاردة مهنيا يا حوت هتطاعف كل جهودك علشان تعيلك بيها مشكلة مالية مش هتعرف تمشي منها بسهولة أنت كنت متخلف دايما وده كان بيضغط على ضميرك لكنك هتلحق به النظرة المستقبلية عندك علشان تقوم بالمهمات المعقدة تعتبر كويسة جدا في الفترة دي بالنسبة لك النهاردة يا حوت توقعت العشرية الأولى موليد تسعتاشر فبراير لتمانية وعشرين فبراير هتدي لك السماع النهاردة أفكار حلوة جدا هتبقى بتخلق قدامك فرص كتيرة جديدة حتى لو بقيت متيقز من خلالها ومتاح لي حاجات كثيرة جديدة ومفاجأة ومحتملة بالنسبة لك النهاردة يا حوت توقعت العشرية التانية موليد واحد مارس لعشر مارس هتركز السماع على حياتك الودية كل الأرواح تعطب الفوضولية جدا ومبتقرة جدا لكن كل الأشخاص اللي حواليك بيتضحرجوا بشكل قليل مع نفسهم بشكل إنساني لكن أناني شوية على الأرض دي بالنسبة لك النهاردة يا حوت توقعت العشرية التالتة موليد 11 مارس لعشرين مارس انت بتعد النهاردة في الحب على أكمل مكهو فشريكك بيزبط مشاعره بشكل واضح وبيساعدك علشان تدرك كل أفكارك هتنظروا مع بعض في نفس الابتجاه بشكل أفضل من الكادع الأمر النهاردة هيبقى في برج الدلو ده برج إنساني جدا أخوي جدا عاطفي جدا هيبقى بيسيطر علينا بشكل كبير أفكارنا هتبقى مفاجأة ورائحة جدا لكن هنلاقي شوية عينات فيها